أختنا الفاضلة نرجع برضو شوية كده الأسئلة حضراتكم ما جزاء التفريقة بين الأبناء يعني الجزاء عند الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر لكن نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مسألة التفريقة والنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين إنه الإنسان يحقق العدل بين الأولاد يحققوا ازاي يحققوا بالعطاء المادي وبالعطاء المعنوي فكان التوجيه بضرورة التسوية حتى في القبل والتسوية حتى في العطاء المادي فجمع بين الشق النفسي والشق المادي واجب ذلك لأنه الحقيقة إن إحنا بنحدث فتن كبير بين الأولاد بسوء المعاملة بتاعتنا أو بالتمييز والتفريقة بينهم ورحم الله والدا زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا فقال رحم الله والدا أعانى ولده على بره نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم